السلام عليكم عزيزي الطالب ان شاء الله اليوم احنا نتناول القطعة الاولى الخاصة باليونت 2 عدنا العنوان او بوليس اوفيسر زي ديوتيز طبعا بيج نومبر سبنتين يونت 2 لسن 2 عدنا هذا المنطوق ماذا يعمل او يفعل ضابط الشرطة واذ او بارتنر مع زميل لك لست ضعفي قائمة از ماني اكتيفيتيز از يو كان يقول لك عدد من الفعاليات اللي تقدر شنو تدرجها في قائمة يمكنك ان تفكر فيها في دقيقتين احنا راح نقرى هذه القطعة ونشوف شنو واجبات ضابط يعني الضباط شنو واجب رئيسي سواء كان بالشرطة او بالمعور او بوليس اوفيسر هاز قيفين اتوك اطفة محادثة او فتخ طاب لأسكول كلاس الى صف مدرسة عن عمله وضيفته كم عدد هذه الأفكار اللي طرحها مشابهة لأفكارك عدنا اول فقع باريغراف نمبر وان الناس عليك ان تكتبع أجب الان يعني هنا معناها الناس يجب او ينبغي عليهم ان يتبعوا The law القانون لان بحيث شنو يمكننا أن نعيش معاً بسلام بأمان هناك الكثير من القوانين المختلفة مختلفة معنى القوانين لذلك الضباط الشرطة لديهم العديد أو الكثير من شنون الواجبات المختلفة بعض الضباط الشرطة من وظائفهم شي سوون دايركت ترافيك يوجهون حركة المعوض شن السلب حتى شي ضمنون لتأكدوا أن السائقي السيارات يمكنهم أن يستفدموا الطاق بسهولة ولا يكون هناك حوادث يكون لديهم حوادث حتى يتجنبون ذن الأمور بعد شن من وظائفهم البوليس أوفيسرز شي سوون يعني هنا عدنا نقول they also use استفدمون ريدار سبيد غانز هدني الأجهزة الخاصة بقياس ألب سرعة آدار قياس ألب السرعة طبعا باللغة الإنجليزية حنقوا ريدار واضح شنو هدن الفاهدة من عدة ريدار سبيد غانز لتأكدوا حتى يميز الناس الذين يقودون السيارات بسرعة كبيرة هذا مهم جدا هذا الشيء جدا مهم سائقي السيارات يجب أن لا يسرعوا ليش؟ بسبب السرعة تعتبر واحد من العوامل أو الاسواب الرئيسية of death واضح on the road على الطريق مزين بوليس أوفيسرز أيضا تشيك هاي من وظائفهم أيضا أن يتفحصوا شنو دات درايفرز أن شنو يعني سائقي السيارات and passengers والمسافرين اللي يقبون بالسيارات are wearing يلبسون their seatbelts أحزمة الأمان بعض بعض الناس get angry يغضبون من يقول لبس حزام الأمان يغضب شنو السبب because they don't like أنهم لا يحبوا to wear أن يلبسوا ذام يعني ذام تعود على seatbelts but seatbelts هذي أحزمة الأمان can prevent يمكنها أن تمنع serious injuries يعني جروح شديدة إذا لبست حزام الأمان راح تمنع هذه الجروح الشديدة if you have an accident إذا أنت كان لديك يعني تعرضت إلى حادث so remember تذكر when you get into a car عندما تدخل في سيارة you must wear your seatbelts عليك أن تلبس حزام الأمان نجع على paragraph 2 الفقعة الثانية of course of course معناها بالطبع police officers also investigate بيش يحققون crimes الجرائم like ربعيز ربعيز معناها السرقات when there has been a crime عندما يكون هناك جريمة police officers ضباط الشرطة are sent يتم أرسالهم to the place إلى المكان where it happened where a crime happened عندما حصلت هناك وين جريمة they need to look for evidence هذون ضباط الشرطة يحتاجون أن يبحث عن evidence معناها دليل like fingerprints fingerprints معناها بصمات يعني اليد واضح and foot prints وآثار الأقدام which can be used يمكن هذه fingerprints and foot prints to استخدم to identify لتمييز and arrest arrest معناها مسك the criminal المجرم of course they don't have to recognize recognize معناها ليس عليهم أن يميزوا the fingerprints يعني البصمات themselves بأنفسهم هذا مو واجب ضبط الشرطة واضح لعد واجب منه خنشو there are fingerprints experts هناك خبعاء بالبصمات who do that يفعلون ذلك police officers ضباط الشرطة also have to ask عليهم أن يسألوا a lot of questions الكثير من الأسئلة they interview هم يقابلون witnesses الشهود who they think اللي يعتقدونه يكون لديهم information معلومات about the crime حول الجريمة witnesses الشهود can help the police يمكنهم أن يساعدوا الشرطة by telling them بإخبارهم what a criminal المجرم or what time أو أي وقت a crime اللي جريمة was committed committed معناها تم اقترافه زيم paragraph number 3 police officers try to prevent يعني معناها ضباط الشرطة يحاولون أن يمنعوا crimes الجائم as well as solve crimes بالإضافة إلى شنو حل الجائم في الفعل solve معناها الحل زيم they often watch هم ضر ضباط الشرطة غالبا ما يعاقبون places الأماكن where they think حيث يعتقدون crimes أن الجرائم are likely من المحتمل to happen أن تحصل for example crowd على سبيل المثال crowded areas معناها المناطق المزدهمة attacked تجذب pickpockets النشارين who try to steal الذين يحاولون أن يسرقوا people's wallets محفظات جايب الناس shops that sell المحلات التي تبيع expensive items على الشارع الغالية also attack thieves أيضا تجذب منه السراط but police officers لكن ضباط الشرطة also help people with everyday problems أيضا يساعدون الناس بمشاكلهم اليومية for example على سبيل المثال if you are lost إذا أنت فقت أو ضعت if you are lost يعني أنت ضعت هنا أنا معناه مو فقت إذا أنت ضعت بمكان ومتندل طريقك you need don't worry لا تحتاج أن تقلق you can just ask أنت فقط عليك أن تسأل a police officer ضابط الشرطك for directions على الاتجاهات الآن عدنا تمرين جدا مهم page number 28 lesson 2 عدنا find words أيضا مكتوب على الويتبورد find words جد كلمات and the text في النصوص on page 17 of the students book بكتاب الطالب that mean تعني the same as the words تعني نفس الكلمات and the phrases where العبارات below عدنا number 1 rules هنا طبعا بالمتحان تجيك هذه العبارك يقول لك شن الكلمة اللي تشابه هذه العبارك rules قواعد that everybody اللي كل شخص in the country في البلد must follow هاي القواعد اللي كل شخص موجود بالبلد لازم يتبعها must follow شنسميه قوانين كلمة لوس معناها قوانين فهذا الحل عدنا باللون الأزرق number 2 get information الحصول على المعلومات about a crime حول جريمة هاي عملية الحصول على المعلومات شنسميها باللغة الإنجليزية investigate يحقق get information about a crime الحصول على معلومات حول شنو جريمة number 3 put someone وضع شخص ما in a prison في السجن فشنسميها العملية هذا شنفعل نقول المارست المارست معناها يقبض أو يمسك زين number 4 a person شخص who saw اللي رأة or heard سمع something شيئا ما at the time of a crime في وقت الجريمة هاي شنسمي witness معناها شنو شاهد number 5 a person شخص who steals اللي يسرق money from your pocket هاي الشخص اللي يسرق المال من جايبك شنسمي pick pocket pick pocket معناها نشال زين نيجي الان للأسئلة الوزارية المهمة بالامتحان اللي جاي بعضها يعني مش شابهة جاي بالامتحانات بس شنر بعضها صح وخطأ بعضها فراغ معات التكملة تختلف من جملة الى جملة ثانية درايفورز يعني سائقي السيارات ما سنت سبيد يجب ان لا يسرعوا بكوز ليه شن السبب هذا جاي فراغ سبيدينج الاسرع بالقيادة is one of the leading causes واحد من العوامن الرئيسية والسباب الرئيسية of death للموت زين بعد number 2 سبيدينج الاسرع في القيادة is one of the leading causes of death واحد من الاسبب الرئيسية للموت on the road على الطريق فهالجملة صحيحة او خاطرين كون اي جملة صحيحة يعني شن true ربع زين number 3 people have to follow يعني الناس عليهم ان يتبعوا the law القانون saw that حيث انه باتباعهم القانون مو we can all live جميعنا يعني نحن live نعيش together together معناها معا safely بامان فهاي الجملة صحة او خاطئة نقول هاي الجملة صحيحة اذا احنا اتبعنا القانون نقدر نعيش شنو بامان هذي number 4 جايك فراغ people have to follow the law الناس من الضعور ان يتبعوا شنو القانون so that we can بحيث انه نستطيع ان نعيش all live together safely النعيش شنو together safely نعيش معا بامان زين number 5 why do some officers these بعض الضباط direct traffic يوجهون حركة السير شن السبب نقول some officers direct traffic شن السبب يعني شنو يوجهون حركة السير to make sure يتأكدوا اذا الاجابة that drivers ان سائقي السياعات can use يمكنهم ان يستخدموا درات الطريق بسهولة بسلاسة and without بدون ان يكون هناك having accidents وان يكون لديهم شنو حوادث ان شاء الله بعد هذا الفاصل سنكمل باقي الاسئلة الان اعزائي الطلبة سنكمل الاسئلة الوزارية اذن فوت برنس معنى اثراع الاقدام نقدم ونقر مشكلة and finger prints وبصمات الايدي can be used يمكن ان تستخدم by police officers من قبل ضباط الشرطة two تستخدم من اجل شنو to identify لتمييز and arrest ومسك the criminal المجرم and arrest the criminal المجرم number seven طبعا هاي الاجابة why do police officers لماذا ضباط الشرطة use يستخدمون radar speed guns اجهزة عدار قياس السرعة شنو الهدف من عدة ليش يستخدموا to identify لتمييز people الناس who are driving الذين ومعناها الذين who are driving الذين يقودون too fast نحط too first of different duties to identify people لتمييز الناس who are driving الذين يقودون too fast يعني بسرعة too fast يعني نقول too happy جدا سعيد too fast بسرعة عالية جدا number eight do police officers have a lot of 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 شنو duties من الواجبات المختلفة لديهم او لا نقول yes they do يعني يملكون واجبات مختلفة number nine why do people have to follow ليش الناس عليهم ان يتبعوا the law القانون العجابة نقول يعني نقدر ارتب بهالطريق نقول people have to follow the law so that هاي بعد انا اضيفها من عدي so that we can we can all live جميعنا يمكننا نعيش together مع safely بامان number 10 one of the duties واحدة من واجبات ضابط الشرطة هو عدة عدة واجبات بس يريدك تذكر واحد من الواجبات نقول one of the duties of police officers is two شنو من واحدة من وضائف شنو تدائر توجه ترافك حركة المرور to make sure ليتأكد that drivers أن ساقي السيارات can use the roads يمكنهم أن يستخدموا الطرق بسهولة and without بدون أن يكون لديهم having accidents أن يكون لديهم شنو حوادث زين number 11 wearing seatbelt لبس يعني شنو حزاب الأوان can prevent يمكن أن يمنع شنو serious injuries الجوح الشديدة واضح زين number 12 how can witnesses كيف لعني كيف للشهود help أن يساعد the police الشرطة فالوتنسز الشهود can help the police يمكنهم مساعدة الشرطة by telling them بإخبارهم what a criminal looks like كيف يبدو المجرم criminal looks like كيف يبدو المجرم بعد and or what and or what time ما هو الوقت اللي أكايم الجريمش بيها واس كمتد اللي تم مقترافها إن شاء الله إحنا كملنا الأسئلة الوزارية إن شاء الله بالجزء الثاني راح يعني نطيكم أسئلة متنوعة حول هذه القطعة احتمال ما جاي بالوزاري أنا حتى أضمن أنه أدي إجابة لكل الأسئلة لكل الفراغات فلازم نحن يضبط أمرك حتى يكون متقن لجميع التفاصيل الموجودة بقطع الكتاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almerger.com المرجع الإلكتروني طريقك نحو المعرفة